هذا الرجال يوم الثاني لقيته مشتكبي في مركز الشرطة وقال لنا بشكيبك في مركز الشرطة وبشكيبك عند رئيس مجلس الشورى وبشكيبك عند أبوك هددني في هذا الشيء فاليوم الثاني ما كذب خبر تصلوا بي مركز الشرطة وقال عليك شكوى أذكر رحت عند الشرطي مسكين يعني يكلمني وقال لي مو هذا الانترنت يعني كانت بعد الموضوع جديد جدا الفكرة كانت بعدها جديدة معظم الناس حوالينا كان ما قيلهم في حياتهم استخدموا الانترنت فكان يسألني يقول لي أنا ما فاهم هذا الموضوع بالضب بس أنت شرح لي فلما شرحت له قال لي تقريبا أنت كأنك مثل صاحب موقع جريدة أو صاحب صحيفة فاللي يكتب فيه أنت مسؤول عنه حاولت أشرح له أن هذه منتداء والناس تدخل تكتب فيه وأنا ما عندي كنترول عليه وأنا موقع عنهم على تعهد عند التسقيل وغيرها بس أيضا هو لأنه ما جرب الموضوع ما كان عنده القدرة فأذكر الله يذكره بالخير المفتش عامل الشرطة ذي كل يوم تدخل بشكل شخصي وقال أنه قضايا الانترنت ترقع لنا في القيادة باعتبار أنه عندنا ناس عندهم معرفة كافية يقدر يميزوا بين وش اللي منطقيا ممكن يتوقع من صاحب موقع وش اللي غير منطقي يا أهلا فيكم مشاهدين ومستمعين في بودكاست تقانا اليوم معنا ضيف بمعلومات الثرية وتجربتها طويلة في مجال التقنية سعيد الراشدي من بداياته في ألعاب الأتاري إلى شركة بيما استمعوا لنا خلال هذه الحلقة وإن شاء الله تكون حلقة مثرية لكم حياكم طه ما نعيشين في شخص ما نعيشين في شخص ما نعيشين بس المسابقة يعني كامل طرح هي المسابقة يدخلوا فيها اللي يشتروا تأمين في فترة معين ما نعيشين في شخص هما العدد الأشخاص اللي يشتروا في قزء من شهر خمسة أعتقد وشهر ستة إذا ما غلقان من بدلة المسابقة لين تاريخ السحب يقبلها بيوم أيوان ويكون عندنا أيضا كل شهرين سحب وفي شهر 12 من سوي سحب على سيارتين على سيارتين واحدة بتكون حل ذكي الشهرين واحدة حل كل اللي يشاركوا من قبل عشان أيضا حتى اللي شهر الحين يبقى عنده فرصة للمستقبل لو كان واحد محظوظ وخل سيارتين عادي يصير يصير من ضمن السحب إن شخص مثلا عنده سيارتين أمن وسيارتين يطلع على سحب والله ما فكرت فيها هذاك أبو فائزة شيل الكوبون مال عشان منطقيا يفترض إنه ما يفوز بنفس الكوبون لكن إذا أمن أكثر من سيارة ممكن في ناس كثيرين يمنوا مجموعة سيارات ومأمن ماله مالولاده الفرص تزيد يعني عدادة محظوظة اللي بيحصلها عسى إن شاء الله هذه المرة غيرنا شوية من زمان كنا نسوي سيارات الأمجية الآن صغار فتت وحدة فورويل شكلها جميل سيارة هي أغلى لكن أتصور تشويقتها أفضل أصلا شباب ما شاء الله عليهم يمشون سيارة يبقوا سيارة هي سيارة حلوة ستحب عن سيارة جميلة زينا حين من بيمة لو بغينا إحنا نرجع بيمة اليوم نتكلم عن النتائج النهائية لجهد سعيد راشدي عبر سنين من بداياته في اماماته بالتقنية وكذلك في مجال دراسة لو نرجع للماضي شوية دائما نحن الحين نريد أن نشوف الجزء من الجبل اللي أعلى على السطح النجاح اللي وصله يعني صعيب بس لو نرجع لخلف أو لتحت المحيط للأعماق تجربتك أنت بداياتك مع التقنية كيف إذا بتذكر أول لحظة شفت فيها جهاز تقني كيف تعاملت مع هذا الشيء هش تتذكر من هذه المواقف البداية مبكرة نسبيا يعني أنا أعطي الفضل كله للوالد الله يحفظه من الصغر من قبل حتى أدخلصه في أول بداية من عملي أربع سنين تقريبا وأنا دائما عندي وصول لتقنيات حديثة سواء كان عن طريق ألعاب أتاري على سبيل المثال أو أول كمبيوتر امتلكته كنت في عمر أو كنت في الصف الثاني لابتدائي كمبيوتر كومودور أذكر السنة ثاني ابتدائي يعني أنا أعتقد أنا حدود ثمانين أيوة في أفاعة وثمانين أنا بدأت الدراسة فكان في خمسة وثمانين وكان في هذا الوقت التاري حمسة وثمانين ذكر الأتاري كانت قبل أتاري كانت من ثنين وثمانين ثلاثة وثمانين أعتقد الكومودور أعتقد في سنة خمسة وثمانين طبعا التواريخ ما أكيد ما أذكرها بالضبط بس اللي أذكره أنه كان عندي دائما قدرة الوصول على أجهزة حديثة ثانيا فكان دائما مقارتا مع أصحابي عندي فرصة أفضل باعتبار أنه كان عندي صراحية وصول لها لهذا أنا دائما ما أتفق بشكل كبير مع العلماء النفس مع الأطفال اللي دائما أسمع تقارير أن الألعاب سيئة جدا للأطفال وأن الألعاب تؤدي إلى خلل فكري عند الأطفال وأن الألعاب تؤدي إلى ضعف في النمو أنا أعزي جزء من اهتمامي للتقنية ويمكن جزء من سرعة البديهة حتى أن أنا كان عندي صراحية الوصول لألعاب منذ الصغر والألعاب دائما كانت بالنسبة لي تمثل نوع من التحدي نوع من حب المعرفة والفضول والاستكشاف بعدها حصلت على كمبيوتر صخر صخر 170 الله يرحمه مؤسس الشركة توفة في السنة الماضية بس كان علامة فارقة في عالم التقنية في العالم العربي كمبيوتر صخر كان أول كمبيوتر يدعم لغة العربية كان بالنسبة لنا شيء مميز جدا وكان يسمح لك أن تعمل برامج تبرمجها بنفسك يعني بلغة البيسك طبعا برامج بداية جدا يعني تعمل برنامج ترسم لك دائرة في الشاشة أو تعمل برنامج عشان ترسم حاجة تتحرك الكمبيوتر ما كان في ذاكرة فكان لما تعمل برنامج لما تطف الكمبيوتر راح كل اللي عندك يعني بعدين حصلنا على طريقة جيدة اللي هي أنك أنت تستخدم الكاسيت اللي هو كاسيت سمعي الأوديو كاسيت تربطه بالكمبيوتر وتخزن المحتوى على شكل محتوى صوتي إشارات صوتية تخزن في الكاسيت وبعدين تقدر تسترجعها لاحقا عملية تخزين برنامج بسيط واسترجاعه كانت تاخذ ربوع ساعة بس كانت تجربة حتى حجم الذاكرة بعدين تذكر يالفلوبي ديسك إذا تذكر نعم في الإعدادية مرحلة الإعدادية لأول مرة أمتلك جهاز حاسب آلي اللي هو أذيك الأيام كان يسميها IBM Compatible متوافق مع IBM اللي هي الحاسب الشخصي المفهوم اليوم وطبعا مواصفاته بالنسبة لليوم مضحكة لكن في يوم كان يعتبر شي مميز جدا هذه أيضا كان تجربة فارقة بالنسبة لي في حياتي لأن هذا الكمبيوتر كان قادر على تخزين وكان قادر على أنك تركه في برامج متنوعة الكمبيوتر متكامل فأعطاني فرصة أني أنا أبدي أستخدم لغات برمجة ما كان في مكان أني أشتغل عليها مقابل ذاك الأيام كان Visual Basic وبعض البرامج أو لغات البرمجة البسيطة موجودة وأذكر أيضا أول مرة فتحت فيها موقع إنترنت كنا زايرين معرض جايتكس في دبي أنا والوالد وأذكرني كان شفنا كمبيوتر مكتوب فيه Connected to the Internet أو موصول بالإنترنت وكانت بالنسبة للإنترنت هذه نقرأ عنها في المجلات وأسمع عنها لكن في حياتي ما تعاملت معها من قبل يعني هذه أول مرة أول مرة في حياتي أتعامل مع إنترنت كانت الفكرة بعدها كانت إنترنت ما موجودة بشكل رسمي بس كان في المعرض عاملين ربط بالإنترنت كنوع من الاستعراض فأذكر أمام الكمبيوتر وفتحت متصفح الإنترنت وأعرف أن هناك تكتب عنوان بس ما في بالي أي موقع فأكتب www.toyota.com أجرب يعني حال أذكر أبوي يقول لي يقول لي لا تخرب شي أنت متعرف وش سوي قلت أجرب وفتح وأذكر عمل لود حل أو نزل الموقع وطلع عن صور سيارات اللي كانت معروض ذلك اليوم وكان إحساس جدا جميل في سنة 96-97 كانت سنتين ثوريات في سلطانة عمان بالنسبة للتقنية لأنه السنتين هذه 96-97 اللي بدت وصلنا فيها للإنترنت وكان أيضا أول مرة نحصل على الموبايل أو أجهزة الهاتف المحمول جيس المهم أيوة كان أيضا يعني العالم اختلف بشكل كبير من بعد وجود الإنترنت والأجهزة المحمولة ذكرت عن نقطة مهمة يعني وذكرتها في سياق أن الأطفال اليوم أنت ما مع الأشخاص أو حاليا الدراسات اللي تقول والله الأنترنت وهذه تعرف في جانب اللي هو جانب سلبي دائما للتقنية خاصة اليوم التقنية ما مثل السابق صحيح سابقا كانت فيها حدود اليوم هي موجودة حتى على الأجهزة نعم فتعتقد يعني كيف ممكن ممكن أن نقنن هذه أو نوجه رسالة من ناحية أنه لازم في كل الأحياء في كل الأحوال لازم نوجد تقنين لتقنيات هذه حق الأشخاص اللي يستخدموها خاصة للأطفال لأن الطفل اليوم ضغطة زر يدخل أي مكان العالم عشان ميز بس أنا كان قصدي أكثر عن الألعاب الألعاب والتواصل واستخدام التكنولوجيا لأنه كان في فترة طويلة حتى قبل الإنترنت كان في دائما تحفظ من استخدام الألعاب باعتبار أنها مضيعة للوقت وباعتبار أنها تعيق عمل عقل أطفال وكذا بينما أنا أشوف أن الألعاب عادة تنمي الذهن لأنه تعطي الإنسان سرعة ردة الفعل تعطي القدرة على التخطيط تعطي القدرة على التعامل والتعاون خاصة الحين في ألعاب اللي هي الملتيبلير اللي ممكن أكثر من شخص يلعبوها مع بعض لازل تعتقد أن الألعاب لها ميزات معينة بإمكانها تساعد الطفل أن يكتسب محارات إضافية طبعا كل شيء بقياس ما ممكن الواحد يقضي 24 ساعة أمام الكمبيوتر يقول نجاس تفيد وتعلم لكن في نفس الوقت حرمان الأطفال من الوصول للألعاب قد ما يعطيهم الأفضلية اللي غيرهم يمكن يأخذوها الوصول إلى إنترنت طبعا تحدي كبير يعني حاليا واحد من الأشياء اللي يعاني منها كل رب أسرة هو كيف أقدر أسيطر على المحتوى اللي يمكن أطفال يوصلوا له وحقيقة ما في حل سهل في برامج ممكن الواحد يستخدمها أساس أنه يتابع ولكن أيضا صعب أنك أنت تبقى رقيب 24 ساعة مع أولادك تتابعهم وش سوي وينراحوا وش فتحوا فأنا ما أخصائي في هالمجال لكن اللي أنا أمشي عليه هو أني أعطيهم وقت معين في اليوم مثلا أنا عندي أطفالي صغار عندهم كذا ساعة في اليوم عندهم أيبادات محددة مسبقا بعدد ساعات معين وحاول بقدر لمكان أن الموضوع يكون توجيه أكثر من كون رقابة فتحاول دائما تفهمهم أنه بعض الأشياء ما زينة إذا شفتها ما تفتحها أو شيء من القبيل ولكن الرقابة المستمرة صعبة حقيقة صعبة هذه الأيام صعبة جدا ممكن تراقب برنامج معين ممكن تراقب جهاز معين لكن قد يكون أفضل وسيلة التعامل مع الموضوع هو التوعية المستمرة ممتاز تتذكر الفترة اللي كنت فيها ذكرت نقطة مهمة أنه كان عندك وصول للأجهزة هذه كان عندك قدرة أنك أنت تتعامل معها في البدايات فذيك الفترة حولك الناس اللي حولك الوعي المجتمعي ذيك الأيام أنا كنت عالم صواريخ بالنسبة لذيك الأيام يعني اللي عنده القدر أن يتعامل مع أجهزة كمبيوتر إحنا كنا نستخدم برنامج أو نظام تشغيل دوس الدوس هو عبارة عن كومانت أو أوامر تشغيلية فأنت لما طعت الكمبيوتر أوامر كان بالكتابة يعني فمثلا لما تشوف في الأفلام الحين تشوف واحد قائس يشتر الكمبيوتر يكتب كلام ما أحد حيته فاهمنه كنا تقريبا إلى حد ما كذا كان نظرة إلى حد ما نظرت أنه شخص غريب وعنده معرفة في مجال ما أحد غير سحر كان كأنه سحر يعني كان يعتبر شيء مميز إلى حد ما حتى بعدين بعد ما بدأت الكمبيوترات تنتشر كان في السنوات الأولى حتى مع وصول ويندوز برنامج تشغيل ويندوز اللي هو كان تحرك بالفأرة وكان أسهل بكثير الواجهة الواجهة المستخدم صارت سهلة جدا ممكن تحكم فيه بالفأرة فكان أي شخص حقيقة يقدر يتعامل معه لكن لما تقضي ساعات طويلة أمام الكمبيوتر وعندك الشغف والفضول وما كان فيه انترنت فكان كل وقتي أقضي أني أستكشف نظام التشغيل أتعبث فيه أخرب حاجة وأصلحها مرة ثانية أركب برامج أحاول أعمل برامج بنفسي فكنت أعمل برامج بالفيجوال بيسك عملت مثل مجلة كنت أصدرها وأوزعها حل كمين واحد بأعرفهم عندهم كمبيوتر أتعمل أذكر مرة عملت تطبيق هذا الكلام يوم كنت بعدني في المدرسة عملت تطبيق اسمه أطلس الوطن العربي كانت فكرة تواقض بسيطة خريطة الوطن العربي كان عندنا في روي المكتبة الإسلامية المكتبة الإسلامية كانت يعني لأنك باعتبار قربها من المنزل وبينها احنا كنا نصلي في مسجد عبد الرضا قريب منها فكنا نقضها فيها وقات طويلة فأذكر رحت المكتبة أخذت بعض الكتب اللي فيها معلومات عن دول الوطن العربي وجمعتها في برنامج وعملت على شكل خريطة الوطن العربي تضغط على البلد يشغل لك النشيد الوطني ما لهم ويعطيك بعض المعلومات العامة عن ذاك البلد حتى مجلة بي سي ماجزين ذيك الأيام كتبت عنه البرنامج وبديت أبيعه بديت أستلم بالبريد كان كله يعني كان يحولوا الناس مبالغ بالبريد وارسلهم الفلوبي ديسك مع البرنامج بالبريد هذه كانت أول تجربة حالي في تطوير منتج يعني لاستخدام الآخرين في أي سنة تقريبا؟ هذا لما كنت في الصف الثاني الثانوي ما شاء الله ثم كنت في الثاني الثانوي تقريبا نعم يعني أنا امتركت الكمبيوتر لأول مرة البي سي اللي هو الكمبيوتر المنزلي يمكنت في الإعدادية في ثالث عدادي يعني بعد سنتين تقريبا يعني شغفك من البدايات لما كنت لعب الأتاري وبعدين انتقلت في أكثر من شي بحسب الإمكانيات اللي كانت تتوفر لك فعلا فعلا وحقيقة الوالد كان دايما يدعمني بشكل كبير كان دايما مهتم بإنه يشوفني أطور مستواي وما قال له يعني الحمد لله الحال ما يسور يعني إحنا ما أنه أغنياء بشكل كبير أو أنه ما كنا محتاجين شيء الحمد لله ولكن الوالد ما كان يذخر شيء في هذا المجال بالذات كان الظاهر عنده رؤية وبعد نظر أن هذا الموضوع هو المستقبل فمن أنسب أنه ابني يكون متعرض لهذا الأجهزة وهذه البرامج بحيث أنه لما يكبر يكون عنده أفضلية على غيره كونت قروبات صغيرة لأشخاص اللي عندهم نفس الاهتمامات كان فيه ولا كنت بعد ما جات الإنترنت صار التواصل أسهل فصارت تبدي تكتشف ناس وتحصلهم فأذكر أول ما بديت عملت نادي العربي أول ما فتح أول ما حصلت عملت موقع انترنت وسميته النادي العربي أو نادي العرب Arabian Club وتعرفت على مجموعة من الشباب العمانيين ومن الوطن العربي التحقوا في هذا النادي كان بيسك لك الواحد يحط صورته أو معلومات آم عنه كان نوع من التعارف بس قبل ذلك كان صعب حقيقي كان قدرتي على الوصول للناس اللي عندهم أجهزة واللي عندهم نفس الاهتمام هو من محلات الكمبيوتر ذلك اليام كان عندنا محلات الكمبيوتر منتشرة في روي في المنطقة لكن ساكنها كان فيه كم محل فكنت أروح أقضي معهم ساعات طويلة يجي عملاء أحيانا يبير أركب لهم برامج ولا شيء كنت أشتغل معهم في المحل أركب البرامج معهم ويعطيني فرصة للوصول للناس اللي عندهم إلى حدا ما شغف أو اهتمام شبيه بالنسبة لموضوع نادي العرب من ذلك الأيام هذا الكلام في أواخر التسعينات في واحد الله يذكره بالخير قبيلته النعيمي ما بقول اسمه ما عرفه يباني أذكر اسمه ولا لا من ذلك الأيام تعرف عليه في النادي وسقل معي وما صار بينا أي تواصل من ذلك الأيام أعتقد تواصلنا كمين مرة وبدأ هو عنده اهتمام أيضا في مجال الهوستنج اللي هو الاستضافة في خوادم الإنترنت وغيرها قبل شهر تقريبا بالصدفة التقينا في مجموعة سيارات كهربائية يعملين جروب أو مجموعة على سيارات كهربائية هو عرفني مسكين والتصل بي ما مصدق يعني تكلم تقريبا ثلاثين سنة أو أقل شوية عن ثلاثين سنة من ذلك الأيام يعني ويقول انت سعيد الراشدي الأريبيان كلاب الأريبيان كلاب أنا وعدي ناسي السال فأي هو فعلا سبحان الله يعني في بعض الصداقات ما تنسى حتى بعد ثلاثين سنة واضح يعني بعد فترة وكانت ذلك الفترة اللي هي فترة حين نسميها الحالية الثانوية العامة يعني الدراسة كيف كان تشوف مسألة أنك أنت عندك هذا الشغف ومسألة دراستك الثانوية بعدها الدراسة اللي انتقلت لها الدراسة الجامعية حقيقة أنا سمحت للموضوع أن يؤثر عليه بشكل كبير دراسي نتيجتي في الثانوية العامة كانت دون مستوى بشكل كبير ولو دار الزمن كان ممكن أحاول أوازم شكل أفضل لكن ترى اللي صار صار ففي الفترة اللي أنا كان عندي امتحانات ثانوية العامة كان عندي محل كمبيوتر عملنا محل حاسب آلي في الفترة نفس هذه فترة الثانوية العامة وأذكر أن في أيام اختبارات الثانوية العامة أنا كنت أروح للمحل لقضي وقت فيه على عدم رضا الوالد على الموضوع وكان يقول لي ما يصير وكذا لكن سبحان الله في لحظات معينة الإنسان يسمح لنفسه أنه يقضي وقته في شيء اللي يشغفه أكثر وفي ذلك الأيام الدراسة كانت ما أعطيت حق هلا يفترض لو دار الزمان بحاول أصلح الموضوع لكنت لا صار لذلك الفترة كان عندي محل كمبيوتر وكنت أقضي فيه ساعات طويلة بالنسبة لي متعدتي كان أني أروح من الصباح حتى للساعة عشرة بالليل لأنه كل الوقت اللي أقضي هناك كان فيه شيء أنا أصلا شغوف فيه وعندي الرغبة فيه ما أخذنا متنفس يعني هذا الظبط بالضبط حقيقي كان بالنسبة لي ذلك المحل تجربة جدا إيجابية يعني لا زال الذكريات جدا جميلة تربطني فيه موجود المحل المحل انتهى كمحل بعد ما خلصت دراسة الثانوية وطريت أني أسافر للدراسة في الخارج أغلقنا المحل تجربتك في الخارج واختياراتك لتخصص دراسة هل كان لها يعني تقنية تأثير في هذا الشيء طبعا بالنسبة لي كان الموضوع مفروغ منه أنا بدرس تقنية يعني طول عمري في التقنية فكان ما في ما في ما في تفكير أصلا في الموضوع لكن لأنا نتيجتي في ثانية العامة ما كانت زينة فما كان عندي خيارات كثيرة بالنسبة لابتعاث وغيرها قررت أني أروح أدرس الهند درست سنة تقريبا في بنجلور ولكن على آخر السنة حصلت فرصة أني أروح أمريكا وبسببها رجعت عمان على أمل أني أروح أمريكا وسبحان الله ذاك الموضوع ما أصار فلما رجعت عمان التحقت بكلية الحديثة كلية الحديثة مع الدكتور من المسكري الله يذكره بالخير ما شاء الله عليه كان مهتم فيه بالطلبة بشكل شخصي بنفسه يعني اهتمام شديد جدا سواء كان لغة وكتقنية فكان تجربة أيضا جدا ممتازة وسلوب العلمي اللي كان مهتمين فينا في الكلية كان أيضا ما بسيط ولكن كملت معهم دبلوم وفي نفس الفترة نفسها يعني لما رجعت عمان التحقت بوظيفة فكان الدراسة مع الوظيفة في نفسه وقد أدرس المسكري يعني واضح هي الدراسة وقبل الدراسة شغفك بالتقنية وكونك أنك تريد تتعبث بالأجهزة ومتنفسك أنك تروح تقلس محل وناس تنوية عامة فذلك الوقت يعني نوعا ما يعني أكيد الوالد شاف فيك شي سمح لك بأنك كنت تبحر هذا اللي بحق والله هو زعلان كان حقيقة أنه ما كنت مهتم بدراستي وياليتني هتميت أكثر لكن ترى يمكن سبحان الله كان تعوض الموضوع لأنه اهتمام تقني في الآخر فادني حتى وإن كان ما حصلت فرص دراسية ممتازة لكن هذا الشغف إلى حد لأماكن ما كنت بوصل أعتقد يعني اليوم يعني يعيش الحمد لله رب العالمي تصح وعافية الحمد لله الله تصح وعافية أكيد بيكون فخور بيك عسى إن شاء الله عسى عسى يوم تلاقي سأله أكيد أول وظيفة اشتغلتها في عالم تقنية براتب مقطوع في جريدة الوطن كنت أدير موقع على جريدة الوطن هذا الكلام في 97 هذا بعد ما رجعت بعد ما رجعت مني على طول اشتغلت معهم وكانت الوظيفة جدا ممتازة لأنها كانت وظيفة مسائية كنت أنا الصباح أروح الكلية والمساء كنت أقضي في الجريدة معهم مع أبو سليمان طائي أيضا خلال فترة العمل هذه استطعت أن يحتكب عالم جديد والأشياء الممتعة بالنسبة للشخص الذي يشتغل في عالم التقنية هو أنك أنت صحيح متخصص في التقنية لكن تشتغل في انطاقات عمل مختلفة فأنا اشتغلت على سبيل المثال في البداية في جريدة وطن احتكيت بعالم الإعلام والصحافة بعدين اشتغلت في مجلس الشورى احتكيت بفكرة البرلمانات والحوارات البرلمانية وغيرها والانتخابات وإدارة الجلسات كنت لحد أيضا أدير الجانب التقني من جلسات المجلس اشتغلت بعدين في التعليم العالي أعطاني أيضا احتكاك بعالم الاعتماد الأكاديمي والقبول والمؤسسات التعليمية التعليم العالي وإدارتها وتنظيمها سواء كان أكاديميا وإداريا فكل ما كان اشتغلت فيه استطعت اني أكسب بعض المعرفة في القطاع العام اللي أنا أشتغل فيه فموظف الـ IT تلقى خاصة اللي يشتغله في الدعم الفني تلقى يروح من دائرة لدائرة يصلح كمبيوتر مع الـ HR يصلح كمبيوتر مع المالية ويصلح كمبيوتر كذا وطول الوقت اللي يقضي معهم إذا استغله بشكل صحيح ممكن يحتك بالدوائر هذه كلها ويكون فكرة عن كيفية عمل المؤسسات بشكل أفضل هذا ساعدني كثير بالاستقلال بعدين بنفسي في عالم العمال الحرة لأنه في الوقت اللي قررت اني أبدأ فيه أعمال خاصة كان عندي احتكاث جيد في الفترات كلها اللي اشتغلتها سواء كان فيه نطقات مختلفة أو حتى فيه كل مؤسسة بين الدوائر أعتقد أنه كان لدور إيجابي جدا في أني استطعت أني أعرف كيفية عمل دوائر كثيرة قبل حتى أو بدون حاجة أني أشتغل فيها واضح مع تجربتك العملية ودخلت فيها أكثر من مجال خاصة أن أنت تعرف التقنية موجودة في كل المجالات يعني ما تقدر تفصلها اليوم هي خلاص أساس أي شي وشغفك يعني أنك كنت مثلا كنت تتعامل مع الكمبيوتر وكذا ما كان عندك طموح معين أنك مثلا تكون عندك شركة تقنية أو تكون عندك شي فكرة تفكيري إيش كانت أفكارك في ذيك الفترة يعني خلنا أخذها حبة حبة في البداية بديت موقع الإنترنت اللي هو سبلة العرب موقع السبلة كان أول منتدى حواري في عمان وكان أعتقد ثالث أو رابع منتدى على المستوى الوطن العربي كان محدودة جدا من المنتديات كانت الفكرة لازالت جديدة واستطاع هذا المنتدى أن يكسب شهرة كبيرة جدا طبعا في مرحلة معينة كان عدد زواره أكثر من عدد زوار جوجل في عمان يعني كان رقم واحد كان فيه تصنيف على حسب موقع اسمه أليكسل اللي يصنف المواقع كان تسبب دائما رقم واحد على المستوى السلطنة وصلت برحلة أن عدد زوارها السبلة يوصل فوق ثلاثمائة ألف زيارة في اليوم ما شاء الله أمان كانت ثلاثة مليون شخص في منافسين فنت تتكلم تقريبا عشرة في المئة من بلد يوميا عدد زيارات يشكل عشرة في المئة من سكان البلد فكانت تجربة أيضا ثرية جدا سواء كان بمعتركها المحتوى الحوار نفسه أو من الجانب التقني اللي هو انك انت كيف تدير موقع يتحمل هذا العدد الهائل من المستخدمين بدون ما ينهار بدون ما يكون يواجه صعوبة في الدخول كان لك منافسين في ذيك الفترة في بدايتها لا طبعا جات مواقع أخرى بس السبلة كانت إلى حد ما تعرف بالانجليز يسميه فرست ماركت شير فعادة اللي يبدأ في سوق معين يكون له أفضلية والأفضلية في حالة المتديات هي أنه الكتاب المشاهير أو الكتاب الشاطرين يروحوا السبلة لأنه عدد زوارها كبير والزوار الكثر يجيوا لأنه في كتاب معروفين فكان صعب دخول منتديات أخرى في ذيك الفترة اللي أنها تنافس سبلة فيه كم منتدجاء ولأنه ما كان موضوع تجاري بالنسبة لكثير ما كان فيه مصلحة مالية من الموضوع بقدر ما هو كان مجرد فضول وحب معرفة واستكشاف واستمتاع إلى حد ما كانت تجربة ممتعة ما كان فيه اهتمام كثير أنه هذا بنافسه وهذا بيزيد عليه وكذا كان فيه نوع متعاون خلا نقول كانت منتديات متعاون أكثر فيما بينها إذن كان أول مشروع لك يعني كثكرة في الجانب وكان ضخم جدا يعني أنا وصلت مرحلة كنت عندي صلاحية وصول لمعظم المؤسسات المدنية في أعمال أنه كل حد كان يريد يثبت وجهة نظر أو سواء كان من المسؤولين من المشاركين من كل مكان الموضوع صار أكبر من قدرة واحد أنا بادي سبل عمري عشرين سنة طيور واحد عشرين سنة يعني توفي الكلية وفي تسعة وتسعين ونموالي تسعة وسبعين فكان عمري عشرين سنة فعليا يعني وتخيل عندك شيء بهذه الدرجة من التأثير على المستوى بلد كان تأثير سبلة قوي كثير فربما أيضا عدم وجود الخبرة الحياتية الكافية أن الواحد دير شيء بهذه الدرجة من التعقيد تسبب أنه في مرحلة معينة بعد ستة وسبع سنوات من الموقع دخلت في بعض الإشكاليات القانونية المتعلقة بمسؤولية الكتاب هل اللي يكتب في السبلة مسؤول عنه صاحب الموقع أو الكاتب نفسه كان موضوع صراحة متشابك شوية سواء كان علي أنا أو حتى على مستوى الإدعاء العام أو الشرطة أو المحاكم لأنه كانت الفكرة جديدة التقنية جديدة تشريعات ما جاهزة أول شكوة جيني على موضوع السبلة أذكر اتصل فيه شخص سعيد الراشد يخطل نعم بدي يشتمني أنتوا ما فيكم أدب أنتوا كذا أنتوا كذا وبدأي غلط فأنا توقعت أن هذا الشخص مغلوط عليه في السبلة ويعني مفروض أني ألط في الموضوع وكذا أيها فبديت أكلمه وقول أروق بالك وكذا وما يهم منك قال أنا ما أرضى يعني غلط علي حقيقة تمريت تقريبا 45 دقيقة أذكر في المكالمة هذه حاول أقنع الرجال نهدي عصابه وفي الآخر لما كنت ما أقول لي يا أخوي قال لي ما أرضي يكون عندي أخ مثلك عاد لما قال لي كذا أنا شفت أن الموضوع ما بيوصل بي اعتذرت منه وقلت له أنا آسف لكن يعني أنا ما أقدر أكمل معك في الحوار سكرت المكان ما فتحت حصلت أنه هذا الشخص كان عنده معهد وهو مدير المعهد وحد كان ينتقد إدارة المعهد في السبلة صور يعني مشكلة نظرة الناس لأنه قد كانت تتفاوت بشكل كبير في ذيك الفترة لأنه إلى حد ما ما كنا متعودين على حرية التعبير بذيك الانفتاح فكان إذا أنت انتقتني في منصبي كمسؤول عن شيء معين كان ينظر له بشكل شخصي كان يغلط عليه أنا كشخص لازالت تفرقة بين دوري أنا كمسؤول في مكان معين ما يعني أبدا أنك أنت غلط عليه كسيد الراشد هذا الرجال يوم الثاني رقيته مش تكب في مركز الشرطة وقالي أنا بشكيبك في مركز الشرطة بشكيبك عند رئيس مجلس الشورة بشكيبك عند أبوك هدفني في الثلاثة فاليوم الثاني ما كذب خبر تصلوا بمركز الشرطة وقال عليك شكوى أذكر رحت عند الشرطة مسكين يعني يكلمني وقال لي مو هذه الانترنت يعني كانت بعد الموضوع جديد جدا الفكرة كانت بعدها جديدة معظم الناس حوالينا كان ما قيلهم في حياتهم استخدموا الانترنت فكان يسألني يقول لي أنا ما فاهم هذا الموضوع بالضب بس أنت شرح لي فلما شرحت له قال لي تقريبا أنت كأنك مثل صاحب موقع جريدة أو صاحب صحيفة فاللي يكتب فيها أنت مسؤول عنه حاولت أشرح أنه هذه منتداء والناس تدخل تكتب فيه وأنا ما عندي كنترول عليه وأنا موقعهم على تعهد عند التسجيل وغيرها بس أيضا هو لأنه ما جرب الموضوع ما كان عنده القدرة فأذكر الله يذكره بالخير المفتش عامل الشرطة ذي كل يوم تدخل بشكل شخصي وقال أنه قضايا الانترنت ترجع لنا في القيادة باعتبار أنه عندنا ناس عندهم معرفة كافية يقدر يميزوا بين وش اللي منطقيا ممكن يتوقع من صاحب موقع وش اللي غير منطقي مع الأيام لما صارت القضية على آخر أيام السبلة كان فيه مجموعة شكاوي من أفراد وكان الحوار القانوني أو كان التحدي القانوني في الموضوع هو هل صاحب الموقع يجرم على أفعال ما يكتب فيه أم لا هل عدم حذف المحتوى يعتبر قصور من قبل مشرفي الموقع وصاحبه أم لا ودخلنا في قضية الحمد لله في الآخر طلعت فيها براءة يعني ما تم الحكم عليه بي حاجة لكن بالنسبة لي كانت كفيلة بأنه أقول خلاص انتهت دور السبلة بالنسبة لي أنا كسعيد الراشد انتهيت وقامت منتديات أخرى من بعد السبلة سبلة عمان كانت موجودة نشيطة أيضا بنفس الصيغة ونفس التركيبة ونفس الأقسام فما قصروا الشباب كملوا المشوار بالنسبة لك لما بديت سبلة العرب كنت وحدك ولا كان عندك فريق عمل وحدي ووضوع كان أبسط مما تتصور أنا كنت بالنسبة لي كان في واحد فني مبرمج يعني بغي يجرب حاجة حصلت الكود اللي ممكن أعمل فيه منتدة عربته باللغة العربية وبديت الموقع وفي البداية كنت لم تتصور بيزوروه يعني حتى عشرة ما تتصور بيدخلوه في اليوم موقع بسيط ما متصور أنه بيكبر كثير بس ربما لأنه كان في البداية كنت محظوظ أني نقيت قبل لذلك كان سبلة لها فرصة أفضل في النجاح وإلا حقيقة لو تحسب أن السبلة كمنتداء أو كسوفتوير مثلها مثل الباقي ما فيها شيء مميز أبدا يعني بس ربما وجودها مبكر أعطاني القدرة أو أعطاني الفرصة أني نكسب أكبر قدر من الزوار للموقع ما شفت في ذلك الفرصة يعني في ذاك الوقت وش كان أفكارك أفتح مشروع تاني أشوف شيء بديت تحول السبلة إلى مشروع تجاري على آخر أيام عملت عقد أذكر مع شركة اتصالات وعملت عقد مع جامعة وعملت عقد مع عدد جهات لاستخدام السبلة كمكان ترويج الإعلانات ولكن لأن السبلة توقفت بعدها فترة قصيرة ما اكتمل المشروع إلى حد ما ما كانت نظرتتي تجارية كان عندي قصور في الجانب هو التفكير التجاري أعترف فيه طول ذيك الأيام ما فكرت أبدا أذكر الله يذكره دكتور مني المسكر اللي ذكرته قبل شوية أيام الكولية الحديثة كم مرة يناديني يقول لي سعيد أنت عندك ذهب موقع السبلة هذا يفترض أنك تفكر كيف تقدر تحوله بشكل تجاري أنا كنت أسمع الكلام ما كنت ما أعطيته حقه حقيقة ولكن أخذ مني سنوات طويلة من العمل في وظيفة بعد ما توقفت عن السبلة ركزت على الأداء الوظيفي ركزت على اهتمامي بالوظيفة هربت هربت من من الواقع لكن في إلى حد ما هديت اللعب كما يقوله اشتغلت على وظيفتي واستطعت أني الحمد لله أني أترقى كنت فيني حاسب آلي إلى مدير إلى مدير عام وترقيت في سلم وظيفي الحمد لله لما وصلت إلى رئيس تنفيذي بعدين يعني أخذ مني تقريبا عشر سنوات من اهتمام بالعمل الوظيفي وكان ناجح جدا الحمد لله دخلت في اللي يسميوها شباب الكمفورت زون أنا في في مكان آمن بالنسبة لي ومريح لما كنت تترقى بشكل ممتاز وظيفيا وراتبي كان يزيد بشكل ممتاز ما كان في عندي أي سبب أني أفكر في أني أترك النعيم اللي أنا في والراحة اللي أنا فيها واضح ما كنت تفتح المنتديات هذه ترجع يعني في فترة من فترات تشوف أنا بالنسبة للمواقع لأن خاصة نظيم في ذيك الفترة كانت نفس الشي طلع تقنيا فيسبوك نعم وبعدين جاء الفيسبوك وبعدها جاء كل الساحات الحوارية الإنستا وتويتر وغيرها ما فكرت أبدا أني أرجع لأن تجربة كانت صعبة أنت تتكلم عن واحد عمر 25-26 سنة يتعرض لمحاكمات تقريبا توصل سنة من القضايا والقضية كانت قضية ترأي عام يعني كان كل حد يتكلم عنها فلما تحس أن المجتمع كله يتكلم في الصحافة في الجرائد يتكلم عنك وأنت واحد عمرك 25-26 سنة تجربة كانت صعبة حقيقة فبالنسبة لي ما كان أبدا في الحسبة أني أنا أرجع للي أنا كنت بادل صحيح اليوم لو تسألني أرجع بقولك بسويها السبلة مرة ثانية تجربة كانت مثرية بمعنى الكلمة يعني أنا استفدت منها بكل ما ممكن تتصوره من الاستفادة من سواء كان من احتكاك بالناس من ناحية تقنية من ناحية معرفة وفهم تعلمت كثير لكن في مرحلة معينة كان قرار التوقف قرار سليم لأنه أنا ما ممكن أبقى طول حياتي في صراع مع جهات كثيرة لأنه في الآخر أنت لما تدير منتدى حواري يتعرض للناس ويتعرض ل قد يكون حرية التعبير عند الشخص قد يعتبرها الآخر تعدي على حريته فتكون أنت الحكم الفيصل بين الكاتب وبين مكتوب عنه طول الوقت بسألة متعبة جدا ومرهقة فأعتقد قرار التوقف ذلك الفتر كان قرار سليم اللي يمكن اللي كان ممكن يسوي بشكل أفضل هو أني نفكر في الأعمال التجارية في الجانب التقني بشكل أبكر شوية لكن على كل حال العملي في الوظيفة لحدود عشر سنوات تقريباً بعدها لحد ما قررت أني أنا أطلع وأكون أول شركة بنفسي أضافت لك أكيد التجربة يعني لا شك تجربة السبلة كانت ممتازة وتجربة تسلسل وظيفة أيضاً ممتازة أيضاً يعني اليوم لما أجلس مع شباب خرجين ويتكلموا عن إنشاء بيزنس خاص أو إنشاء تجارة خاصة عادةً أنصحهم منهم ما يستاجلوا أنا أعتقد أنه جزء من النجاح هو أنك أنت تكون جربت ترتقي في الهرم الوظيفي تعيش تجربة للموظف تعيش حاسيسه تعيش تعامل وتعيش كيف الناس تنظر للمسؤول وبعدين تمر لتجربة أنك تكون المسؤول الأول لكن فوقك مسؤولين آخرين قبل لا توصل مرحلة أنك أنت تكون صاحب عمل تجاري العمل التجاري بشكل مباشر من بعد الدراسة دائماً يشوبه نعمة تحدي في قدرة الشباب على الإدارة قدر الشباب على فهم نفسيات الموظفين عندهم على فهم دينميكية السوق وكيف استجابة الناس سواء كانت نتكلم عن التسويق نتكلم عن أمور المالية نتكلم عن أمور الإدارية كلها تتطلب معرفة مسبقة فأعتقد أنه عملي لعشر سنوات بعد السبلاء طبعاً حتى أيام السبلاء لكن تركيزي ذلك الفترة على سلم الوظيفي ساعدني كثير لما بديت عملي الخاص كان عندي تجربة أفضل متى بديت عملك الخاص يعني أنت كان عندك فرصة أنك أنت تبدأ مشروع من خلال السبلاء ولكن ما استفقى صارت الظروف وانسحبت من السبلاء تحت المجال للشباب الآخرين وما راحوا وانت انتركت للعمل الوظيفي مثل ما قلت يعني رحت للكومفرت زون بس ما كنت تتفكر أثناء عملك؟ تعرف أستاذ العزيز وصول الإنسان لذروة حياته في سن مبكر أمر صعب جداً يعني اليوم لما تشوف واحد يصدر فيه مرسوم سلطاني ويصير وزير وهو في الثلاثينات أو يصدر فيه قرار مجلس إدارة ويتعين سيو في شركة كبيرة وهو في الثلاثينات أو في العشرينات أنا أتكلم عنك أنت في العشرينات صعب كثير لأنك أنت عندك عادة لو وصلت هذا المنصب وانت في الخمسين بالنسبة لك تقول أنا أحافظ علي عشر سنوات أوصل لعمر الستين أتقاعد فيه وأطلع بسلام وأنا ذروة حياتي في وقتها أنا لأسف ذروة حياتي كانت مبكرة نسبياً طلعت في عمر الستة وعشرين من صراع قانوني من محاكم من تجربة كانت صعبة جداً وفي نفس وقت أسبقها كان إنجاز كبير جداً أثر على مستوى البلد كيف ترجع تصنع مجد بعد هذا المجد خلال العشر سنوات اللي لحقت فترة السبلة كنت دايماً أفكر مع نفسي وأقول أنا ما أقدر أرجع أسوي شيء كبير خلاص يعني الإنسان عادت النظر العام هو أن أنت عندك فرصة مرة في الحياة تعمل شيء كبير كما هذا وما تتكرر بسهولة أخذ مني وقت شوية لكن بعد فترة اقتناعت أنه لا ممكن وما لازم اللي أسويه يكون بنفس حجم الأول قد يكون أعمل شيء ثاني أبسط من ناحية التأثير على المجتمع ولكن أيضاً لا زال أثر إيجابي فتجربة الأولى مع أول شركة أسويها كانت في التطوير العقاري أعتقد تأثرت بعملي في شركة عمران عمران هي شركة تطوير عقاري المملوكة للحكومة عملي فيها مثل ما أقول لك معني أنا في جانب التقني لكن جانب التقني يسمح لك بالاحتكاك بالدوار الأخرى فكان عندي الطلاع جيد على المشاريع وكان نغطي الجانب التقني في مشاريع التطوير اللي تقوم فيها الشركة فعطتني إلى حد ما الجرأة أني اتخذ القرار أني أنا أدخل في أول مشروع أو أول عمل خاص حقيقة الأمر يرجع إلى أني لكن عندي تحدي مع ذاتي أن في عمر 35 يا أني أصير رئيس تنفيذي يا أني أطلع وأعمل عمل خاص وأول سجل تقاري سويته كان قبل بأسبوع عن أوصل أمر 35 قررت أني أنا خلاص يعني أنا ببدأ في العمل التجاري والقرار كان مدروس في مخاطرة خاطرت باللي كنت أملكه في ذيك الوقت سواء كان يعني كمنزل ومبالغ موجودة وبعته وجمعت المبلغ وقدرت أني أبدأ أول مشروع ولكن كان قرار مدروس أخذت فترة لا بأسبها وقت مناسب أني أنا أعرف بالضبط أني أشتاخل عليه وكانت شركة الحمد لله ناجحة جدا أول مشروع عملته بناية من بعد كلها في شهر واحد والحمد لله دخلها كان جدا ممتاز استطعت من خلال دخل أول مشروع أني أغطي كل المصاريف اللي راحت وأنني أصنع رأس مال جيد أو كافي حال أني أكمل شركة هذه الشركة اللي اليوم مستمرة يعني لازالت الحمد لله حين كملنا تقريبا 11 سنة من يوم بديتها الحمد لله مستمرة ومشاريعها لتطوير العقار لازالت مستمرة وماشي بشكل ممتاز هو السؤال المهم في هذا يعني كأنك غيرت المسار أيوة يعني المسار اللي غيرت لو تقول لحق أي شخص الحين يقول وش ياب التقنية في العقار بس يعني يمكن احتكاكك هو اللي يساعدك أنك أنت يكون عندك كون معلومات تكون معرفة تأهلك أنك تروح في هذا الشيء بجانب الخبرة اللي اكتسبتها على مدار السنين اللي كنت فيها في عمران بس بعده الشغف التقنية كان موجود معك صحيح موجود موجود لكن كشغف مش كعمل تجاري كنت أعتقد أنه العمل التقنية في ذيك الأيام خاصة الإنترنت بعدها ما كانت نتمكنها بشكل كبير لازال صعب أن الواحد يسوي منها فلوس كانت شركات تقنية معظم شركات كبيرة نسبيا وعندها فرق من المبرمجين تأخذ مناقصات عملاقة فكان صعب أن الإنسان كما تقول يبدأ شركة من الصفر في عالم التقنية وينجح فيها الإنترنت غيرت أشياء كثيرة وجود التطبيقات لهاتف على سبيل المثال الهواتف المحمولة متجر تطبيقات من أبل لما بدأ أول مرة كعمل ديمقراطية للبرمجة لأنه صار كل واحد في أي مكان في العالم واحد حتى من أي دولة من دول عالم الثالث اللي ما عنده أكسس حتى على تقنيات كثيرة يقدر يعمل برنامج بسيط يحطه في متجر التطبيقات ويحصل مليون تحميل في اليوم الثاني فهذه الربط واستخدام الإنترنت للوصول للناس ساعد أنه تنشأ شركات كثيرة وأفراد من بداية بسيطة اللي هم سيروا من أصحاب المليارات بطريقة ما كان ممكن أبدا قبل الإنترنت وأعتقد هي هذه المعرفة اللي خلتك تفكر في بيما وأنه يكون بعد ما بديت بعد ما بديت أول بديت من شركة النصر بعدين انتقلت أو أنشأنا شركة يسمها سندان كنت أيضا مع مجموعة من الأخوة نفس الشيء في مجال تطوير العقاري خرجت من شركة سندان بشكل مفاجئ نسبيا يعني قررنا أني تخارج من الشركة فحصلت نفسي كذا بدون شيء يشغلني الحمد لله المال موجود والمعرفة موجودة لكن فجأة كنت بدون حاجة كما تقول تشغلني يومي فبديت أفكر في الأفكار اللي من زمان كنت أبا سويها وكان إلى حد ما كنت أريد أعمل شيء لعلاقة بالتقنية مرة ثانية في فترة تعتبر ولا؟ لا أخذت وظيفة رئيس تنفيذي لجمعية الصناعية العمانية ولكن في الآخر يبقى أن رئيس تنفيذي لجمعية لا يقارن من ناحية حجم العمل والمتوقع منك مقارة مع رئيس تنفيذي لشركة كبيرة بحجم شركة سندان فكان عندي فراغ إلى حد ما وكنت أبحث عن مشروع تقنية أشتغل عليه بغي أن نشيل علاقة بالتقنية أشوف الشركات الناشئة تطلع بشكل كبير وتسمع كل يوم عن واحد مليار دير طلع هنا وهناك فمغري الموضوع ولكن الحصول على الفكرة المناسبة جزء من النجاح والجزء الآخر هو طريقة تفيد ما نتكلم عنها بعد شوي بس في البداية الفكرة أذكر أن في عام 2004 إلى 2006 أنا رح تأدرس باكالوريوس ماجستير في بريطانيا وأذكر أن ذيك الأيام كنت أمن سيارتي بالإنترنت الكلام من 2004 بعد مرور ما يقارب تقريبا خلنا نقول 15 سنة من هذا الموضوع في 2019 لما كنت أبحث عن فكرة سوية كنت أفكر أنه ما معقولة أن 15 سنة مرت من يوم أنا كنت أمن سيارتي أونلاين وأنا في بريطانيا إلى اليوم في عمان ما عندنا موقع شبيه فعادة الإنسان لما يشوف شيء كما هذا على يقول مثل الإنجليزي It's too good to be true تقول أنه ما ممكن لو كان ممكن كان غير يسواه قطاع التأمين في عمان قطاع كبير وفيه شركات كثيرة والذي يشتغلوا فيه بعشرات الآلاف ما معقولة بقي أنا أفكر في الفكرة وما حتغيرهم فكر فيها الخطوة الأولى كانت أني أنا حاول أن أحتكب بقدر الإمكان بالناس اللي عندهم معرفة بالموضوع جلست مع مجموعة من الشباب اللي يشتغلوا في هذا المجال من قبل حاولوا يعملوا مواقع إكترونية لبيع التأمين أو منصات إكترونية للتأمين وجلست مع المسؤولين في هيئة سوق المال وجلست مع بعض الأخوة في شركات التأمين تفاوت الكلام بين مؤيد ومتحفظ للفكرة ولكن في مرحلة معينة قلنا توكلنا على الله وندخل في المشروع والجهد اللي تبذله في المشروع عادتا هو السبب الأكبر للنجاح أنت ممكن تبدي بفكرة بسيطة لكن الحاحك وإصرارك عليها وتنفيذك بشكل مناسب هو اللي سبب خليك تنجاح كم صار لك؟ كم صار الهبيم بيما بدأنا قبل أول عملية بيع لتأمين بدأت في منصة بيما قبل أسبوع من أغلاق المدارس من الكورونا يعني ذلك الأيام يعني سبحان الله لو فيه توقيت ممكن واحد يسألك متى أفضل توقيت أنك تبدي مشروع كتروني هو في أيام الكورونا وبدأت بيما في شهر مارس سبحان الله يعني فربك كاتب أنه هذه الفكرة ترى النجاح قبل بشوية عن كورونا لأنه لو ما كنا بدينا قبل الكورونا كان صعب أن نبدأ بعدين فبدأنا في الفترة اللي كان فيها إغلاقات وساعدنا كثير أنه ناس كثيرين بدأوا يكتشفوا بيما أو يسمعوا عن بيما باعتبار أنه ما عنده خيار آخر أصلا في مرحلة كان كل شي مغلق بيما باعتبارها موقع كتروني كان سهل نشتغل حتى من بيوتنا فموظفين بيما في فترة طويلة كانوا يداوموا من منازلهم من بيوتهم كل واحد عنده لابتوب وبإمكانهم يخلص عمليات التأمين شركات التأمين أيضا عندها عادة منصات أكترونية من خلالها نقدر نصدر وثائق التأمين وهذه المنصات شغالة 24 ساعة فحتى لما تكون الشركة مغلقة بإمكاننا نحن كوسطها تأمين أن نصدر الوثائق هذا عطانا القدرة أن نشتغل في فترة الكورونا وفترة الإغلاقات والحمد لله يعني الإقبال على المنصة يتزايد بشكل مفاز وين وصلت بيما اليوم؟ اليوم بيما تشكل تقريبا إذا ما غلطان حدود 18% من سوق التأمين سيارات سلطانة عمان أتكلم عن سيارات الخاصة سيارات الأفراد تقريبا 18% من سوق والنسبة تضاعف تقريبا كل سنة فمتأملين على آخر السنة يمكن نوصل بين 25% إلى 30% من سوق العماني لازلتم معتمدين على التقنية بشكل كبير كذاك لكن تعرف فترة كورونا كان عندي قلق أنه هل نجاح بيما بسبب أن الناس ما عندها خيار أو هل هي فعلا خيار أفضل أنت لما تكون مجرد خلنا نقول تاير سبير موجود فقط في حالة الناس يحتاجوا لك ولما ما يحتاجوا لك ممكن يرموك مرة ثانية في الدبة بيما كان ممكن تكون كذا فكان عندي هذا القلق الهاجس أنه لما تنفتح الأبواب مرة ثانية ويرجعوا الناس للأعمال الحرة بنفس الطريقة التي كنا فيها قبل كورونا هل بتبقى بيما إلها تأثير في السوق هل بيبقى الهقيمة تركيزنا كان بقدر الإمكان أن تجربة المستخدم تكون سهلة وسلسة في الآخر العميل بغض النظر أن تتبيع أونلاين أو أوفلاين أو في محل أو في أي طريقة إذا تجربتي كانت سهلة ومرضية أنا برجع لك مرة ثانية فهنا التركيز كان على تجربة المستخدم أكثر من التركيز على وإش أفضل التقنيات التي أستخدمها التقنية ممتازة طالما هي فادتنا بأننا قدرنا نوفر تجربة أفضل المستخدم وإلا بتكون تعقيد إضافي مال وداعي أحيانا أنت ممكن نضيف بعض البرامج التقنية التي تحاولتها أتمت الأشياء وتزيدها تعقيداً أو أنك تضيف بعض الدرجات في التطبيق مثل التسجيل الإلكتروني وثنتيكيشن وغيرها وغيرها اللي كانوا يسويوها بينما الواقع يقول لنا مالها داعي وبإمكان المستخدم أن يشتري التأميم بشكل سريع وسهل فتركيزنا كانوا على تجربة المستخدم أنها تكون سهلة وسهلسة والحمد لله النتيجة كانت إيجابية لأنه بعد ما انتهى كورونا وبعد ما بدأ الناس يرجعوا لأعمالهم لا زالت نسبة النمو عندنا في بيما بارتفاع فيه اليوم نحن نبيع أكثر من عشرين ضعف اللي كنا نبيعه في منتصف 2020 معناته أنه لا زال إقبال الحمد لله بزدياد بما أنه تخريبا وصلنا على نهاية الخلقة هذه يعني عندك مساحة رسالة شيحة بتوجهها خاصة المستمعين يعني يستمعوا البودكاست تقانا فإذا عندك شيء ممكن نطيفه كان نهاية لهذه أريد أقول بالنسبة لأي شخص يريد يدخل في عالم العمال الحرة وخصوصا في الجانب التقني أول حاجة لازم أو يفضل أنه يكون عندك تجربة عمل ما يكون واحد توم تخرج ويفكر أن يبدأ بالبزنس على طول هذا الأي شخصي قد يعترض معي لبعض ولكن أنا أشوف أنه هذا أفضل للشخص لأنه الاحتكاك بالعمل يعطي يعطي أفضلية كثيرة بالنسبة لصاحب العمل لاحقا شيء ثاني ابحث عن فكرة مناسبة الفكرة مناسبة جزء مهم جدا من نجاح المشروع ولكن لا تخلي فكرة في راسك ما اشتغلت عليها أكثر من سنة وتحتفظ فيها يعني إذا حصلت ليهم فكرة معينة قلت أنا بأعمل تطبيق يقوم بالشيل فلاني وبقت الفكرة في راسك وأحيانا تبقى ممكن سنوات سنوات وأنت تنام على الفكرة وأنت مرتاح في الليل وتقول أنا عندي هذه الفكرة إن شاء الله بسويها وبصير مليونير إذا ما سويتها خلال فترة زمني معينة قد تحطها لنفسك ست شهور سنة شهر حسب حجم الفكرة وتعقيدها إذا ما سويت فيها خطوات جادة انسى الفكرة لأن الفكرة هذه بتكون معيق بالنسبة لك أنك أنت مخك ينفتح لأفكار إضافية وأخرى خلاص أنت تبقى رهين لفكرة واحدة تبقى معها سنوات طويلة خلنا نقول نايم في الأحلام وأنت تقول أنا بسوي ذا الشيء وما تسويه فإذا ما استطعت أنك أنت تقوم بخطوة مباشرة لتنفيذ هذا الفكرة وتحويل هذا الواقع لازم تنسى الفكرة والشيء الأهم من هذا كله أن الفكرة والإصرار والمثابرة وأنك أنت ما ترضى لو تحت تقوم على رجلك مرة ثانية وثالثة ورابعة تكون عنيد تكون يعني ما تترك كما تقول حجر إلا قلبته ما تترك مجال تدخل فيه إلا دخلته ما تترك شخص تعرفه عندك علاقة معه ممكن يفيدك في العمل إلا وصلت له للحاح والإصرار هذا هو سبب الحقيقي لنجاح الأعمال أكثر من الفكرة المميزة هذا اللي يريد إذن سعيد يقولكم كنوا لحوحين عشان تكونوا ناجحين شكرا لك على وجودك معنا وبصراحة نخاش جميل وثريف بغينا أننا يمتد لكن إن شاء الله يعني في لقاءة ثانية شكرا لك ويعطيكم العافية شكرا لكم مستمعين وعلى أمل نلتقيكم إن شاء الله في بودكاست ثاني إن شاء الله